اشتركوا في القناة اللي خلصنا لحد الان هو ثم واليوم اي الماضي البسيط طيب استاذ انا بعرف انه لما تكبر الازمن عندك كل يوم بزيد زمن كل يوم بزيد قاعدة استاذ انا قاعد بتقربط في الازمن حلو عشان هيك ان شاء الله بعد ما ناخد كل زمن منفصل رح يكون في عنا حصة اسم حصة جو حصة جو هاي شو رح يكون فيها رح نجمع فيها جميع الازمن اللي تم طرحه كاملة كازمنة مطلوبة منا وكاساسيات بفيديو واحد ونعمل كيفية التفرقة ما بين هاي الازمنة فيا حبيب القلب مزولة لا تخاف ركز معاي واستهدي بالله وامشي على كل خطة وخطوة انا حطلك اياها ورسملك اياها شو انت بتفكر هون ابو السوس والله عارف عشان هيك باذن الله تعالى قبل ما توقع في المشكلة رح انحلق انا وانت معي حبيب القلب نرجع نستكمل مادتنا ودسيتنا وكمان مرة من اكد انه الدسية هاي موجودة في جميع مكتبات المملكة دسية التأسيس وتوزع بشكل مجاني done simple past اي الماضي البسيط اول شي شوية معلومات على الخفيف على الخفيف عن هذا الزمن شو بيقول لك الماضي البسيط من اسهل الازمن بالكوكب اسهل اشي على كوكب الارض انه هو الverb to اللي هو السيمبل past طب ليش أستاذ ما دائما انت بتفهم شو اللي قاعدة بتعمله هذا الحكي براياكم سهل عليك شوف ليش واحلى اشي فيه انه ما فيه بالماضي البسيط لا افراد ولا جمع لانه السيمبل present والبريزنت كونتينوس كانت الاز للمفرد والار للجمع وverb one للجمع وverb one زائد اس او اس للمفرد اما الحلو انه هون الverb to هذا يستخدم مع مفرد وايضا يستخدم مع مين مع الجمع لانه قلت لك لا له افراد ولا جمع لانه التصريف الثاني بيجي مع المفرد والجمع كمان ومش بس هيك عدد المؤشرات كمان عدد قليل يعني تعال نتسلى شوي بالماضي البسيط بس اسمع بدي اقول لك شغله على الخفيف ركز هذا الزمن يعتبر اساس ازمنة الماضي الverb two هذا على قد تفاهته وبساطه الا انه هو عبارة عن اساس الماضي وابوسوس مطلق عليه اسم وانا بسميه بوابة الماضي طب استاذ ليش مسمي هذا الزمن بوابة الماضي كيف يعني تعال قد نشرح ونبلش اول شي حبيب القلب لما نيجي نشرح اي زمن ونستوعب ونفهم اي زمن انا حكيت لازم ادرس ثلاث اشياء بالزمن شكل تمام ثم مؤشر او الكلمات الدالة وكلمات السر كلمات المفتاح ان شاء الله بتسميها بطيخ ثم الاستخدام شكل ثم مؤشر ثم استخدام نبدأ بالشكل والذي يقسم بطبيعة الهال الى ثلاث اجزاء اما يكون عبارة عن مثبت او يكون منفي ويكون على حالة السؤال بيقول لك الماضي البسيط هو عبارة عن subject مضاف الو verb to وثم object او اذا هو عبارة عن verb to وفي حالة النفي يكون subject didn't و infinitive ثم object اذا انا بنفي verb to باستخدام مين يا حب الابدي باستخدام didn't وبسأل عنه باستخدام dead ثم subject infinitive ثم تكملت الجملة ونختم بعلامة السؤال اذا هو عبارة عن verb to وانا بنفي باستخدام كلمة didn't وزي ما بتعرف بعد دو والdoes والdid اصلا بيكون الفعل شو ماله infinitive مجرد دون اي زيادات زي ما هو الفعل واذا بسأل عنه بسأل عنه باستخدام dead ثم يكون لانه سؤال subject بعدين ثم يكون الفعل لانه عندي موجود dead مجرد وبختم بعلامة سؤال اما بما يخص المؤشرات شكل الزمن هو فيه وبيددنت وهو التركيز عليهم اما بما يخص المؤشرات اول مؤشر yesterday معناها البارحة البارحة يوم الخلايق نيامة lost ما بتيجي لاصل حالة بديجي بعدها time last week last month last hour هو اللاست معناها الماضي مضاف الى هالوقت last week اي الاسبوع الماضي طب last month الشهر الماضي last hour الساعة الماضية once معناها ذات مرة يعني زي ما نحكي مرة من هالمرات ذات مرة وهي once غير مطروحة في المادة انا معطيكيها اضافي ago ago ربك حنش مش اشمو الطالب الاجيم قال لي ago لا حنش ago بمعنى مضى three years ago ثلاث سنوات قد مضت واخر شيء in the past date in the past اي تاريخ في الزمن الماضي اي قبل الوقت اللي انا موجود فيه يعني تاريخ مبارح خلاص هو عبارة عن ماضي مثلا زي 2006 زي بعض ناس يعني تاريخ 2006 هو موجود في الزمن الماضي الان ظل عندي شغلة واحدة وهي الاستخدام لماذا يستخدم هذا الزمن زلم من اسمه يا رجل من اسمه اسمه simple past ماضي بسيط ماضي شماله بسيط كتكون حلو الماضي البسيط هو عبارة عن حدث حصل في الزمن الماضي وانتهى اي حدث صار في الزمن الماضي وخلص ونعلم وقت وقوع هذا الحدث اذا هو ماضي بسيط بيجي طالب يقول كيف يعني وقت وقوعه ولك يم شحر ما عندك يسترديم عن تواقع مبارحة عندك الاسبوع الماضي عندك مثلا ذات مرة بدي يحدد لك مثلا ذات مرة هاي عندك على سبيل المثال يعني قبل سنتين وعندك اللي هو التاريخ يعني اللي بحدد لك متى وقع هذا الفعل هو المؤشر زي ما انت شايف المؤشرات يا دوب يستردي سيبك من أربع مؤشرات هلأ بخطر على بال الطالب شكله بقول لي أبسوس نعم هل انه هل انه بس هاي المؤشرات ولا فيه كمان الله سواء لك قوي ولكن انت مش طبيعي فيه يوجد كمان العديد من المؤشرات طب عطينا إياهم ما بقدر سأل لا قعد يكتب لنا إذا ما بقدرش يا رجل هسس فيك فيك وقت فيك شرح ما بقدر ليش لأن المؤشرات الأخرى تكون مرتبطة مع أزمنة أخرى كيف أستاذ طيب ركز معي هلأ للحظة هاي بس عندك الأربع مؤشرات كمان شوي الفيديو اللي بعديه حتزيد عدد المؤشرات الفيديو اللي بعديه حتزيد عن المؤشرات بعدين أبسوس شو بسوي بتجمع لك إياهم كلياتهم مع بعض دون كمل نجحة الاستخدام لحدث حصل في الزمن الماضي باللغة الانجليزية من we use the simple past to talk about something or event happened in the past للتحدث عن فعل حصل في الزمن الماضي when we know على أن نعلم when it happened متى حصل هذا الفعل نستخدم الماضي البسيط للتحدث عن شيء أو فعل أو حدث أو أحداث حصلت في الزمن الماضي وانتهت خلص الفعل على أن نعلم متى وقع هذا الحدث طال for example مثال I walked to school yesterday أو I bought three shirts last week I had yesterday last week ها لازم يكون فيه فيرتو walked ها لازم يكون فيه فيرتو put طيب نيجي الراجع مسألة إيش السؤال والنفي ملاحظة في حال السؤال نضيف did لأول الجملة ثم نضيف علامة الاستفهم ويكون الفعل شماله مجرد بعد did وفي حالة النفي نضيف not لdid لتصبح did and وأكيد بعدها الفعل بد يكون مجرد مجموعة من ست أسئلة بسيطة سطحية خفيفة لطيفة وانت عارف حين لساتنا في الأسيات مندرج شوي شوي في الأسئلة كل ما قدمنا في المادة كل ما لقيت أني أنا قاعد برفع قيمة الأمثلة لأنه ما بيزمط من البداية نعطي مثال قوي وبعدين نيجي نخفف في المثلاء أنت بدك تدرج في المادة من الضعيف للمتوسط للاعلى من المتوسط للقوي للمتميز للضربات فبد يكون في عندك دائما تدرج عشان تلاحظ طبعا التدرج طبعا رح يكون بين درجات قريبة من بعض يعني رح تلاقي في نهاية المطاف إن شاء الله أسهل سؤال تقدر تحله زي أصعب سؤال لأنه هذا نتيجة التدرج البسيط إن شاء الله طيب جبل ما أروح على الأسئلة هاي تعال خليني أنا وإياك يا حب الأبدي نرجع نعيد تلخيص الشيء اللي حكيناه للماضي البسيط أول شيء إحنا قاعدين نحكي عن الماضي البسيط أو زي ما منسميه simple past أول شيء ممكن تكون الجملة مثبتة ممكن منفية ممكن على شكل سؤال فبيقول لك يا حب الأبدي أعطينا لون آخر وين اللون كيف نغير الأهي اللون أعطينا الأزرقاني حلو حبيته subject plus verb two plus الأبدي دايما تركيزك بالأزمنة على الفعل دايما تركيزك على الفعل كل الأزمنة فيها subject كل الأزمنة فيها object تركيزي بس على مين على الفعل أما إذا نفي فبيكون subject زائد بنفي verb two باستخدام didn't plus infinitive ثم رح يكون في عنده هون مين الأبدي إذن أنا بنفي باستخدام didn't و infinitive didn't و infinitive كله موجود subject كله موجود object أما بالنسبة للسؤال بسأل عنه زي ما حكيت باستخدام did plus subject plus الفعل بدي يكون زي ما قلنا مجرد ثم يكون عندي الـ object أو وبعدين بنهي بعلامة السؤال بالملخص دائما لا تنسى أنه بعد did أو didn't أول فعل بلقي جباري بدي يكون عبارة عن infinitive طيب مؤشرات هذا الزمن قلنا yesterday و قلنا كلمة ago و قلنا كلمة last و قلنا تاريخ في الزمن الماضي هاي المؤشرات بالعربي في حال وجودها داخل الجملة هاي المؤشرات في حال هاي طالله في حال وجود أحد هذه الكلمات داخل الجملة نجيب بما يلي إذا موجود أي من الكلمات هاي جوه الجملة شو بتجاوب يا حب الأبدي جوابك بدي يكون verb two أما إذا أعطاك فعل و نت ما بين الأقواس جوابك بدي يكون didn't plus infinitive done نقول done طبعا أنا مقدر و عارف و فهم أنه في مجموعة من الطلاب كبيرة أنه هذا الكلام أستاذ كلهاته احنا بنعرفه أنا حكيت في فيديوهات سابقة و برجع بعيد و بزيد و بكرر أنه إحنا لازلنا في الأساسيات أشياء لو أنت بتعرفها لازم على الأقل أنك تشيك عليها ترجع تعرفها كمان مرة تتذكرها تطبق عليها فقط لا غير الآن نرجع يا حب الأبدي على الأسئلة نيجع على أسئلة وهي أسئلة بسيطة سطحية خفيفة لطيفة إن شاء الله بتقول لك فاطمة سبيس و رايت ثري بيجز لاست من أو لاست نايت عندي لاست إذن عبارة عن مؤشر ماضي إذن جوابي بدي يكون إما فير بيرب تو أو إذا ما عنا فيه بدي يكون دي دينت بلاس الانفينيتيف إما بيكون فير بيرب تو أو بيكون دي دينت بلاس انفينيتيف الآن ما عندي نط بين أقواس إذن بدي بدي الفيرب تو من رايت وهي كلمة روت نيجع على سؤال رقم اثنين بيقول لك مريم فرق ريد أبوك لاست من يا عمي لاست إذن جوابي بدي يكون فير بيرب تو وإذا نفي دينت ما عندي نفي بدي الفيرب تو من ريد الفيرب تو من ريد نفس الكتابة تختلف لفظا ريد 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 إذن الفيرب تو نفس الكتابة ولكن يختلف لفظا أمسك طالب راح مزع لي ريد دهانا الله يسام الله يسام يعني منك لله خلص بس بلقيك على صلاة الفجر وأنا بدي بذكرك نيجع على رقم ثلاث أحمد سبيس نت كلين هنس كار لست نايت عندي لست إذن جوابي بدي يكون فير بيرب تو وإذا موجود في عندي نط بين أقواس بدي يكون عبارة عن دينت بلس الانفينيتب باجيب أتطلع عندي نط بين أقواس حلو إذن دينت والانفينيتب نكلين وهو كلين نيجع على سؤال رقم أربع رامي سبيس جواب أربع جواب أربع عندي جوابي إذن جوابي راح يكون فير بيرب تو وإذن في دينت وإنفينيتب بدي البرب تو من جو البرب تو من جو وهي وينت أمزع حبيبي ألاقي الطالب حطيلي جو ود شو هار إنجليز جديد حناش بترجع للأفعال الشاذة اللي عليك نيجع على رقم خمسة أحلام سبيس live in USA four years ago four years ago عندي هون إذن جواب بدي يكون فير بيرتو وإذا من في دينت وإنفينيتب بدي الفيرتو من وهي لفد أوعى ألقوا الطالب لفيد حطيلي إي دي هاي أخرها إي من إي دي بحرف دي فقط رقم ستي ما يفرين سبيس باس ذي توفل إكزام ان عندي عمي تاريخ في الزمن الماضي فجوابي رح يكون عبارة عن فير بيرتو إذا من في دينتو إنفينيتب عندي باس بدي الفيرتو منها وهي كلمات باست دان نقول دان بس في شغل بدي أن أنبهها لما نحكي عن تاريخ في الزمن الماضي لاحظ إنه لازم يرافق حرف الجر إذا أكتب لك إياها في أكثر من مكان لما يكون عندك تاريخ في الزمن الماضي لاحظ إنه موجود معه إيش إن هاي أرجع أكتب لك إياها ملخصنا لما يكون تاريخ في الزمن الماضي يكون معاها حرف الجر مين إن لأنه لما يختلف حرف الجر إلا مثلا كذا ديش نحك شو الحرف تختلف الإجابة وروح نيجي برضه لو وقت نفرق ما بينهم إذن هون يا حبيب القلب مزولة ملخص هذا الزمن عند وجود يوستردي أجو ديت إن في باست أو لاست إذن جوابي لازم يكون فيرطو وإذا كان الفاعل أو عفوا إذا كان يوجد نطمى بين أقواس بيصير جوابي تيدينت بلاس انفينيتيب دون نقول دون استنونا الآن في الجزء الأخير وهو الدقيقة تبعتنا إحنا إن شاء الله عن قاعدة السيمبل باست أخوكم أستاذكم أحبكم سيف عوامر